تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي لأمر سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بتوزيع 6128 خدمة إسكانية على المواطنين أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدأ إجراءات توزيع وحدات سكنية بمدينة شرق سترة على المواطنين المستفيدين ولدى مباشرتها إجراءات توزيع الوحدات على المواطنين أكدت سعادة السيدة أمنى بنت أحمد الرميحي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بأن الشروع في توزيع وحدات مدينة شرق سترة يعد باكورة الخدمات السكنية التي سيتم تخصيصها للمواطنين خلال الأشهر المقبلة وقالت الوزير أمنى الرميحي أنه وفور صدور أمر سمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء بتوزيع 6128 خدمة إسكانية قامت الوزارة بإعداد الجدول الزمني للتوزيع والبدء في التواصل مع المواطنين المرشحين الاستفادة من توزيعات مدينة شرق سترة مفيدة بأن التوزيعات في هذه المدينة ستستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري كما شارت الوزيرة إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل حاليا على إنهاء إجراءات عدد من المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة والمشمولين ضمن أمر توزيع الخدمات الإسكانية حيث يجري حاليا تمرير عدد كبير من طلبات المواطنين المتقدمين وأكدت وزيرة الإسكان أن الرعاية الملكية السامية لقطاع السكن الاجتماعي والدعم اللامحدود من قبل الحكومة شكل حافزا كبيرا لتنفيذ خطط المشاريع في المدن الإسكانية وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص مؤكدة عزم الوزارة موصلة المسيرة الإسكانية الناجحة بالمملكة والسعي نحو رفض المسيرة التنموية الشاملة بالمزيد من المكتسبات الإسكانية أول شي أشكر وزارة الإسكان على أنهم نعدوني حكي البيت وثاني شي أنا طلب تاريخ 17-2002 الحمد لله رب العالمين أن الله وفقنا وحصلنا ترشيح أولا العيد كان عيدين عيد الوطني وعيد الفرحة لجتني من 20 سنة أنتظرها طلب مالي له 22-2002 سلونا قالوا في لك واحدة سكنية في شرق سترة استانست الحمد لله ونشكر جلالة الملك وسموه لي العهد رئيس الوزارة عندي حجرة بروحي برتبها وبلع فيها ترجمة نانسي قنقر